اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد جينيك كوليف وزير خارجية جمهورية كرغيستان الصديقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته لمملكة البحرين وأكد سعادة وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية كرغيستان من خلال تبادل زيارات رسمية ودعم الحوار والتشاور السياسي بين الجانبين وذلك بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن جانبه ثمن وزير خارجية جمهورية كرغيستان الدور المحوري لمملكة البحرين في ظل رئاستها لحوار التعاون الآسيوي وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ووقع الجانبان اتفاقا بين حكومتي البلدين بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من متطلبات التأشيرة ومذكرة تفاهم بشأن التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين اشتركوا في القناة